موجة التسريح من العمل تلوح في الأفق مرة أخرى لدى الشركات التكنولوجية بعد أن جهدت الأسواق شيئاً من الاستقرار إزاء توقف عاصفة التسريح السابقة منذ ثمانية أشهر إلا أن تسريح شركة جوجل ما بين 40 إلى 45 موظفاً في قسم الأخبار واحتزم نوكيا تخلي عن 14 ألف وظيفة ينظر بالموسم الثاني من عاصفة التسريح التي مست كبريات الشركات خاصة التكنولوجية منها جاء تسريح عمال جوجل في وقت حساس للناشرين ومن نصات البث تزامناً والتوترات في الشرق الأوسط جراء العدوان الصهيوني على فلسطين المتحدث باسم جوجل أكد إجراء بعض التغييرات الداخلية لتبسيط المنظمة ودعم الجميع خلال الفترة الانتقالية وإنهاء الخدمات والبحث عن فرص جديدة داخل الشركة وخارجها أما نوكيا فقد أعلنت اعتزامها تسريح 14 ألف موظف ضمن خطة لخفض التكاليف بعدما كشفت عن انخفاض بأرباح الربع الثالث بنحو 20% على أساس سنوية مع نية خفض قاعدة التكاليف على أساس إجمالي اعتباراً من مستويات تتراوح ما بين 800 مليون ومليار ومئتي مليون يورو حتى نهاية 2026 ومع زيادة كفاءة التشغيل من أجل معالجة بيئة السوق الصعب خبراء القطاع يراقبون عن كثب مؤشرات الأسواق التكنولوجية احتياطاً وترقباً لأزمة أخرى قد تعصف بالشركات مؤدية لسيناريو يشابه الأسبق ترجمة نانسي قنقر